تجديد حاد على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشكل فوري ودون تأخير هذا ما شهدته الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي في ظل تحذير من أن استمرار النزاع هناك لفترة طويلة قد يحمل معه تعقيدات تتجاوز حدود السودان الصراع على السلطة في السودان لا يهدد مستقبل ذلك البلد فقط وإنما يشعل فتيلا قد يمتد عبر الحدود ويتسبب بمعاناة ستستمر لسنوات القتال يجب أن يتوقف فورا من ناحية ثانية حذر المسؤولون الأمميون من سوء الأوضاع الإنسانية خاصة في العاصمة السودانية الخرطوم والمناطق المحيطة بها خطوط الإمداد تعطلت ما أدى إلى نقصا في الوقود بالترافق مع زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية بعموم السودان كما أن هناك تقارير تتعلق بعمليات سطو مسلح عند نقاط التفتيش في بعض الطرقات لنهب المدنيين الذين يفرون من العنف أعضاء مجلس الأمن ركزوا أيضا على أهمية العمل المشترك على المستويين الدولي والإقليمي لاحتواء الصراع في السودان الأمين العام للأمم المتحدة حذر من أن الخلافة بين الأطراف السودانية لن يحسم في ساحة المعركة في ظل منشدات أمامية لوضع مصلحة الشعب السوداني في المقام الأول مجد يازجي سكاي نيوز عربية نيويورك